اشتركوا في القناة السعودية توافق على سحب البنك المركزي اليمني 56 مليون دولار من وديعتها المالية لتغطية اعتمادات التجار ميليشيا الحوثي تتسبب في تدمير النشاط التجاري بصنعه وعدد من المحلات تغرق أبوابها اهلا بكم دفعت ازمة الفئات النقدية الصغيرة التي تشهدها الاسواق اليمنية دفعت البنك المركزي الى الاعلان عن اصدار ورقة نقدية جديدة فئة مئة ريال سيتم طرحها لتدول خلال يناير الجاري بالاضافة الى طرح عملة معدنية جديدة من فئة خمسين ريالا لتحل محل الورقة النقدية من نفس الفئة والتي سيتم الغاءها واختافت الفئات الصغيرة من العملة اليمنية من الاسواق بصورة ملحوظة وبات صدار التجار من محلات المواد الغذائية ومالكي سيارات النقل الداخلي واصحاب المطاعم يستبدلون الفكة بقطع صغيرة من الشوكولات المحلية او العلكة وقال محافظ البنك المركزي محمد زمان في صفحته على تويتر ان البنك يعتزم طباعة عملة محلية من فئة مئة ريال لمواجهة شحة السيولة في الفئات النقدية الصغيرة ويشكل اختفاء النقد الصغير مشاكل يومية لصغير التجار مع الزبائن واصحاب المحلات وحافلات نقل الركاب حيث يلجأون الى المتسولين الذين باتوا يتاجرون بالعملات الصغيرة ويستفيدون من مبادلة العملات باوراق نقدية ومنذ نهاية عام 2016 باتت الاوراق النقدية التالفة عنوانا لازمة السيولة النقدية التي تضرب القطاع المصرفي في اليمن حيث اعد المصرف المركزي في العاصمة صنعاء الذي يسيطر الحوثيين عليه مليارات من العملة التالفة للتداول في اوقات سابقة مما خلق ازعاجا للمواطنين والتجار في تعاملاتهم اليومية وقدر خبراء اقتصاد ان اليمن يتكبد ما يقارب 85 مليون دولار نتيجة تداول العملة التالفة والمتوفرة امام المتعاملين وتتطلب تدخل البنك المركزي من خلال طباعة اوراق بديلة اعلن البنك المركزي وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 13 بمبلغ وقدره 56 مليون و700 الف دولار والمخصصة لعدد من تجار السلع الاساسية وهي مقدمة عبر عدد من البنوك اليمنية واوضح البنك المركزي في بيان صحفي ان اجراءات السحب لا تأخذ اكثر من 15 يوما بكل الاجراءات الى حين وصول المبالغ الى البنوك المراسلة او المراسلة واشار الى ان البنك المركزي اعمل بتلك الاجراءات دون احتساب اي رسوم الجدير بالذكر ان الوديعة مخصصة لتمويل المواد الاساسية لجميع سكان الجمهورية اليمنية دون تفريق وان اسعار المصارفة ثابتة حسب اسعار العام 2018 اكد رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك ان الحكومة تكرس جهودها في المرحلة الراهنة على تعزيز الوضع الاقتصادي من خلال جملة من البرامج والاصلاحات وذلك انطلاقا من المسئولية الوطنية التي تقع على عاتق الحكومة واشد رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في عدن محمد عليه محمود بجهود البرنامج مشيرا الى انه يعتبر عنصرا مساعدا للدولة ومساندا لها على الصمود في توفير احتياجات الشريحة الاكثر تضررا من السكان خاصة بعد نتائج الاوضاع الصعبة والحارجة نتيجة ما خلفته الحرب وناقش رئيس الوزراء مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي نشاط البرنامج ودوره في ايصال المساعدات ومواد الاغاثة والصعوبات التي تواجه سير العمل وتطلع الى رفع مستوى التنسيق بين برنامج الغذاء العالمي والوزارات المعنية وذلك لتطوير البرامج المستقبلية في العمل الاغاثي والانساني خاصة فيما يتعلق ببرنامج تعزيز سبل العيش وتمكين القدرة على الصمود للأسر الاكثر ضررا اعتبر رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن أبو بكر أبو عبيد أن العام 2018 حقق نسبة استقرار جيد بالنشاط التجاري والصناعي باليمن مقارنة بالأعوام السابقة منذ اندلاع الحرب وقال إن الغرفة التجارية تأمل أن يشهد العام الجاري تغيرات كثيرة في الأمور الاقتصادية مشيرا إلى أن الاستقرار النسبي بدأ الآن وتشهده الأسواق المحلية والتموينية وذكر أن رئيس الوزراء لديه أفكار اقتصادية وتجارية وتركيزه على الجانب الاستثماري في البلد وأضف في تصريح اليمن شباب نحن جنبا إلى جنب مع الحكومة ولا يمكن أن يتجاوز هذه المرحلة دون الرجوع إلى القطاع الخاص لافتا إلى أنه لا بد من توحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص للخروج من هذه الأزمة التي لا يمكن أن يتم تجاوزها إلا عبر الاقتصاد والتجارة على حد تعبيره وقال إن العوائق التي واجهت القطاع الخاص في 2018 كان أبرزها غياب الحكومة والاستيلاء على الأراضي أراضي التجار وعدم استقرار العملة المحلية مشيرا إلى أنه تم تجاوز الكثير من العوائق منذ نهاية أكتوبر 2018 وأوضح أن البنك المركزي الآن مسيطر على السوق بشكل أو بآخر أفضل مما كان عليه سابقا معربا عن أمله بأن يكون 2019 أفضل مما كانت عليه الأمور في الأعوام السابقة طبعا 2018 هو الجميع يعرف أنه غياب الحكومة استيلاء على أراضي التجار عدم استقرار حكم النقاط عدم استقرار العملة أمور كثيرة طبعا الآن تجاوزنا كثير منها من بداية نهاية 2018 من أكتوبر أو هكذا تجاوزنا كثير من هذه الأشياء الآن الحمد لله الأمور البنك المركزي الآن مسيطر على السوق بشكل أو بآخر لا باس يعني لكن أفضل مما كنا عليه الاستقرار مثل ما قلت لك نسبي لا باس به نتمنى أن يكون 2019 أفضل من كذا تسببت الممارسات التي انتهجتها ميليشي الحوثي طيلة الأربعة الأعوام الماضية وما تزال في تدهور غير مسبوق في النشاط التجاري والقطاع الخاص المتوسط حيث تراجع هذا القطاع بشكل كبير وصل حد الإفلاس للعديد من المحلات التجارية تفاصيل أكثر في هذا التقرير تسببت الممارسات التي انتهجتها ميليشيات الحوثي طيلة الأربعة الأعوام الماضية ولا تزال في تدهور غير مسبوق في النشاط التجاري والقطاع الخاص المتوسط حيث تراجع هذا القطاع بشكل وصل حد الإفلاس وجلبت ممارسات الحوثيين مثل الجباية والابتزاز المالي ورفع الرسوم غير القانونية والتلاعب بكثير من السلع الأساسية والمتاجرة بها في إغلاق كثير من المحلات التجارية أبوابها جراء وصولها إلى مرحلة الإفلاس وفي هذا الشأن فاقمت رفع أسعار الإيجارات المفروضة على أصحاب المحلات التجارية من معاناة هؤلاء وأغلقت عدد من المحلات في شارعي هائل وجمال بالعاصمة صنعاء أبوابها احتجاجا على الزيادة التي فرضها مالك المحلات على الإيجارات المتفق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين وتفيد مصادر محلية بأن عدد من المحلات التجارية في العاصمة صنعاء أغلقت أبوابها جراء رفع ملاكها أسعار الإيجارات إلى مستويات قياسية مستغلين غياب السلطة والرقابة والأوضاع التي تمر بها البلاد وبحسب المصادر فإن الزيادة المطلوب دفعها ما بين 30 ألف ريال إلى 50 ألف ريال وهو ما رفضه التجار الذين أكدوا أن عملية البيع والشراء لم تعد مجدية في ظل ارتفاع الإيجارات وكذا الوضع المعيشي للمواطنين والجبايات التي تفرضها عليهم ميليشيات الحوث الإنقلابية بين الحين والآخر علاوة على الضرائب والجمارك المضاعفة وتكاليف الكهرباء وغيرها وشك عدد من المستأجرين إقدام ملاك المنازل على رفع الإيجارات بنسبة تصل إلى 40% وهو فوق طاقة المستأجرين المالية في ظل انعدام الأعمال وامتناع ميليشيات الحوث الإنقلابية عن صرف المرتبات الموظفين لأكثر من ثلاث سنوات ارتفعت أسعار الطماطم وأنواع أخرى من الخضروات في الأسواق اليمنية خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوك وتشهد أسعار الطماطم ارتفاعا قياسيا في أسواق مدينة تعز حيث وصل سعر الكيلو الطماطم إلى أكثر من 700 ريال وقال مواطنون اليمن شباب إنهم عجزوا عن توفير الطماطم نتيجة ارتفاع سعره بشكل كبير في أسواق الخضروات والفواكه وفي العاصمة صنعاء وصل سعر الكيلو الطماطم إلى 600 ريال بفارق 200 ريال عن السعر السابق وقال باعة خضروات وفواكه إن الأسعار الكبيرة التي طرأت على الطماطم تعود إلى شحة إنتاجه في المزارع اليمنية خلال فصل الشتاء وكذلك عدم وجود ثلاجات مركزية حافظة تمكنه من البقاء فترة أطول في الأسواق وبحسب خبراء زراعيين فإن الدودة القارضة تسببت في إطلاف محصول الطماطم في عدد من المزارع اليمنية وهذا ما قلل من وفرة المحصول بالإضافة إلى أن الطماطم الذي كان يأتي من مصر وسوريا لم يعود يورد بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ أربعة أعوام تشهد أسواق ومحافظة لحجة ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسماك حيث وصل سعر الكيلو السمك نوع الثمد إلى 3000 ريال والسمك الديرك تجاوز 8000 ريال وقال سكان محلي من شباب أن ارتفاع الأسعار تسبب بحالة تذمر أو تسببت بحالة تذمر وصخط شعبي من قبل الأهالي حيث ذكر السكان أن هذه الأسعار الخيالية غير مسبوقة في تاريخ المحافظة وتساءل المواطنون عن أسباب هذه الارتفاعات الجنونية بهذا الشكل بحيث يشهد الريال اليمني تعافيا ملحوظا وكذلك توفر للمشتقات النفطية واستغرب المواطنون من هذه الارتفاعات الجنونية التي لم تشهدها يافع في السابق حتى أيام الحرب مشيرين إلى أن السبب الوحيد لهذا الغلاء هو جشع التجار وعدم الرقابة عليهم ونشد المواطنون السلطات المحلية بضبط الأسعار خصوصا سعر الأسماك والدواجنة التي تحولت مؤخرا إلى وجبات نادرة عند الأهالي خصوصا أصحاب الدقل المحدود نشرتنا الاقتصادية مستمرة معكم وفيها بعض الفاصل تشكيل لجنة وزارية لإنجاز المشروع الوطني للإسكان للذوي الدخل المحدود مناقصات لتوريد 15 ألف طن من المشتقات النفطية في شبوى بريد الحوبان بتأس جعرقل صرف رواتب المتقاعدين العسكريين بالمحافظة ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لرفع تقرير تفصليا إلى المجلس بخصوص إنجاز المشروع الوطني للإسكان لذوي الدخل المحدود في المحافظات المستهدفة وذلك لما له من أهمية قصوى تؤثر على المستوى البيئي والمعيشي خاصة مع زيادة النمو السكاني ومتطلباته وجاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس معين عبد الملك في عدن لمناقشة القضايا والمستجدات الاقتصادية والخدمية كما وقف المجلس على تقرير أولي قدمه وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد عبدالله العناني حول ما تنتهجه الوزارة بخصوص الاستعداد للصيف القادم مع الحفاظ على الاستقرار والقضاء على العجز وتفادي الانقطاعات وذلك من خلال الاطلاع على متطلبات محطات التوليد والبت في إجراءات صيانة الوقائية والدورية احترازيا أو احترازا للصيف المقبل والتخفيف من معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات وأقر المجلس إرساء المناقصة العامة رقم ثلاثة للعام 2018 لتوريد ورق طباعي منوع لصالح المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الذي قدمه وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس وأكدا على ضرورة شراء ورق طباعي منوع وذلك لأهمية الكتاب المدرسي في العملية التعليمية عثرت القوات البحرية على إحدى السفن المفقودة منذ يومين في جزيرة سقطرة والواقعة على المحيط الهندي وعلى متنها ما يقارب ثلاثين مواطنا بين ركاب وبحارة وقال وكيل محافظة سقطرة اليمنية رائد الجريبي إن السفنة تم العثور عليها على بعد ثلاثة وعشرين ميلا بحريا من سواحل سقطرة وأن جميع الركاب بصحة جيدة وكانت السفنة قد تحركت قبل يومين من ميناء حلاف بسقطرة باتجاه قصيعر بحضر موت قبل أن تصاب بعطل فني وينقطع الاتصال بها ناقشت اللجنة الفرعية للمناقصات والمزايدات بمحافظة شبوى العروض المقدمة لمناقصتي توريد عشرة ألاف طن من الديزل وخمسة ألاف طن من البنزين وأقرت اللجنة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الربو هشلة تأجيل الإعلان عن إرساء المناقصتين حتى يتم إجراء التحليل اللازم لكافة العروض المقدمة لهما من قبل التجار المتنافسين ليتم على ضوء ذلك إساء كل منهما على أفضل عرض من بين العروض المقدمة وأكد هشلة أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للمناقصات بما يساهم في توفير احتياج المحافظة من المشتقات النفطية وخاصة مادتي الديزل والبنزين وتوحيد أسعارهما ومنع التلاعب بهما افتتح محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسن بمنطقة فلك بالمكلة معمل الأمل لإعادة تدوير نفايات البلاستيك التابع لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل ويأتي المشروع ضمن برنامج كافح لمكافحة التلوث البيئي الذي تنفذه مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان بتمويل من مؤسسة العون للتنمية كما يدخل المشروع ضمن مشاريع الريادة الاجتماعية وتحقيق مبدأ رأس البال الاجتماعي وكأحد أوقاف المؤسسة التي تعاول عليها كمصدر دخل لخدمة مرضى السرطان بالشركة مع مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي واستمع المحافظهما من المدير التنفيذي للمؤسسة وليد عبدالله البطاطي إلى شرحين عن مكونات المرحلة الأولى للمصنع الذي يعمل على طحن البلاستيك بمعدل أربعين طنا شهريا وتتمثل المرحلة الثانية في تحبيب البلاستيك المطحون فيما تتضمن المرحلة الثالثة إنتاج منتجات من هذه المخلفات وتطبيق ثقافة التدوير على افتتاح مصنع الأمل لتدوير البلاستيك في ثلاثة جهات مشتركة فيه مؤسسة العون الداعمة مؤسسة حضرموت المستهلكة أو المستفيدة من هذا المشروع وأيضا مؤسسة حضرموت الاختراع ثلاثة مؤسسات احتضنتها أيضا الشؤون الاجتماعية والعمل بحيث أن هذا المكان يخص الشؤون الاجتماعية فبدأنا نستاجر خارج استاجرنا منهم أيضا بإمام منهم أنه لازم مؤسسات تحقق الاكتفاء الذاتي وتحقق الاستدامة المالية وهذا ما نطبح إن شاء الله إليه وهذا هو المرحلة الأولى وتتبع إن شاء الله بإذن الله مراحل الثاني والثالثة والدراسات موجودة فقط بس نجرب المرحلة الأولى ثم نبدأ إن شاء الله بالتخطيط المستمر اتهمت الهيئة العامة للبريد بمحافظة تعز مسؤول البريد بمنطقة الحوبان فوزي العريقي بالعمل على العرق قالت رواتب المتقاعدين العسكريين بتعز ورفض استكمال إجراءات الصرف لشهر ديسمبر 2018 مستغلا بقى نظام التحكم بالشبكة الرئيسية لهيئة البريد مركزيا في صنعاء رغم صرف الرواتب من العاصمة عدن وكان مدير بريد الحوبان قد قام في الفترة السابقة بتوريد مرتبات موظفي مدينة تعز والتي كانت تصرف من صنعاء وإعادتها إلى البنك وحرمان ألاف الموظفين في مدينة تعز المحاصرة من تسلم رواتبهم قال صندوق الموانئ الكويت إن الكويت كرت طلبها من دبي للإفراج عن مبلغ 496 مليون دولار تم التحفظ عليها منذ أكثر من عام وتعود لصندوق وقال صندوق في بيان صحفي إن دولة الكويت طلبت رسميا من دبي فكة وتجميد وإعادة الأموال إلى صندوق الموانئ للاستثمارات الخاصة للاستثمارات الخاصة التي سيقوم بتوزيع الأموال على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الدوليين والأمريكيين وتعود الأموال المجمدة جزئيا إلى الحكومة الكويتية وجمدت في نور بنك المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017 حين بدأ النائب العام في الإمارة بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت تحقيقا في مدى قانونية تحويل تلك المبلغ إلى دبي من الفلبين يأتي التحقيق في وقت تشدد فيه الإمارات القواعد المالية في مسعى لمحو الصورة الشائعة بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة وعمليات غسل الأموال بسبب مناطقها التجارية الحرة وقربها الجغرافي من إيران والمستهدفة بعقوبات أمريكية توقع خبراء أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي تراجعا خلال 2019 وذلك بعدما خفضت مؤسسات اقتصادية دولية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي 2019 بسبب البيئة غير المواتية والحرب التجارية الأمريكية الصينية وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته خلال أكتوبر الماضي الاقتصاد العالمي في 2018 و2019 بنسبة 20% إلى 3.7% مقارنة بتوقعات سابقة تبلغ 3.9% و3.4% في 2017 وتوقع مصرف بيرنبرغ الاستثماري المتعدد الجنسية ويتخذ مدينة هامبورغ الألمانية مقر له أن يصل حجم نمو الاقتصاد العالمي خلال 2019 إلى نحو 2.7% وأوضح أن الشعبوية السياسية والنظام الحمائي يعتبران من أكبر المخاطر التي تحدث بالاقتصاد العالمي وأن الشعبوية والحروب التجارية المتسارعة قد تتسبب في ترجع الاقتصاد العالمي مضيفا أن الحرب التجارية المتزايدة في الآولة الأخيرة ستكون لها آثارا سلبية على نمو الاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة وذكر أن الحروب التجارية والغموض الذي يحيط بالأوضاع الاقتصادية في إيطاليا إلى جانب مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكل ضغوطا على نمو منطقة اليورو اقتصاديا لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذه المخاطر قد تتراجع حدتها في 2019 وعلى الرغم من دخول هدنة في الحرب التجارية بين أصرين وأمريكا منذ الشهر الماضي إلا أن آثارها وتخوفات عودتها بحدة أعلى لا تزال حاضرة في الاقتصاد العالمي وأخيرا هذه إطلالة سريعة على أسعار العملات ترجمة نانسي قنقر إذن كان هذا كل ما لدينا في نشرتنا الاقتصادية أشكركم على حسن المتابعة والإصراء في أفاقنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر